أهلاً بحضراتكم مرة تانية والفقرة التانية من البيت الكبير زي ما تعودنا دايماً يشرفنا ويكون حوار رائع مع الأستاذ محمد القوسي نتكلم على ملفات كتيرة جداً وأهمها طبعاً ملف الدوري والنادي الأهل أستاذ محمد أهلاً بيك أهلاً بيك كابتن منوارنا دايما طبعاً بنا خيراك كابتن تحاية لك والكل ومشاهدين قناة الأهل وجمهورنا الأهل في كل مكان أهلاً أستاذ محمد طبعاً ما نقدرش نبدأ الحوارنا غير لما نذكر طبعاً محمد عبدالوهاب الراحل محمد عبدالوهاب النهاردة الزكرة الأربعتاشر في رحيله فحابب تقول إيه للذكرة داي يعني علي رحمة الله طبعاً وربنا يلهم أسرته الصبر طبعاً والسلوان واحد من العلامات في النادي الأهلي اللي ما زالت ليه محمد عبدالوهاب لغد الوقت بعد أربعتاشر سنة الناس بتفتكروا وصبحة رسمية بتحتفل به وجمهور الأهل اللي بتحتفل به والألتر gia roughly بيه وكل الشقة اللي بتحتفل محمد عبد الوهاب ليه ليه محمد عبدالوهاب لأن محمد عبدالوهاب يعني مات جوه النادي الأهل يعني محمد عبدالوهاب فضل كل حياته آخر لاحظ أبحته كان بتشارت للأهل كأنه هو يعني عرق التمرين عليه وهو بيلفظ وألفاثه لأخيرة وروحه بتفيد إلى بريعة سبحانه وتعالى يعني فمن هنا دي القيمة بتاعت محمد عبدالوهاب أخلص للنادي الأهلي أخلص في عطاءه للنادي الأهلي أخلص وحبه للنادي الأهلي حتى أن من أبرز جمل لأهلها عبر مسيرته عبر تاريخه يعني الأهلي لم يخلف معي وعدا يوم من الأيام ولذلك لن أخلف وعدا أو كل ما قلتها للنادي الأهلي كان جايله عرض احتراف وقبلها كان قاعد مع الكابت محمد الخطيب واتفق معاه لأنه هو حجدد للنادي أهلي وجاله عرض أعلى من القيمة اللي اتفق مع النادي الأهلي فقالوا لهم وانت ما تروح لهم لا مقدر شاكلين في وعد مع أهلي لأن الأهلي عمر ما خلف وعد معي من هنا كان الحب والانتماء والتقدير وقيمة محمد عبدالوهاب لعب كبير جدا له بصمة كبيرة جدا في الكرة المصرية رغم الفترة الزمنية القليلة اللي أضاها جوء النادي الأهلي ومع منتقه في مصر النادي الاهلي خسر محمد عبدالوهاب كان يعني حاجة عظيمة جدا في الناحية الوسر في منتقه مصر خسره لكن في وقت القليل جدا يعمل بصمة ويعمل قيمة مش بالتول ولا بالزمن. ده لما كنت اقول لحضرتك مش بالفترات الطويلة. مش بالفترات الطويلة اللي انت ممكن تلعبها يعني. ممكن تلعب بتأثيرك فترة قليلة جدا لكن يكون تأثيرك كبير جدا زي العمل محمد عبدالوهيب. لا حقيقة. ده على المستوى الدولي كمان. على المستوى الدولي اللاعب. كسعامل الشباب. اللاعب كسعامل الشاب مع كابتن حسن شهادها فأس بيها في الفين وتلاتة وكان من ضمن الناس اللي مقتنع بها كابتان حسن شهادع بشكل كبير جدا ولعب معه في 2006 كان لعب مميز جدا وكان ليه تميزه في الناحية اليسرى وكان ليه تزديداته من الركيات الحل المباشرة اللي بيجي منها اهداف مسجلة باسمه كان ليه ستايل كده في اللعب معين فلعب يعني صعب جدا ان يخرج من قلوب الاهلوية كلهم ده حقيقي وكلنا طبعا يعني كلنا يعني كنا اليوم ده صحينا على خبر صادم يعني وزي ما بقولك اللي بيعلي قدره عندي جماهير النادي الاهلي الجملة اللي حضرتك قلتها انه وعد وطالما قال كلمة يبقى قدل كلمة وده جزء مهم جدا كمان انه يالله يرحمه بيموت في استاد التيتش على نجيلة في التدريب الصبح فلك انت تخيل مقدار الحب كمان الجماهير النادي الاهلي بتحبه اللي محمد هو جدير بكده لانه على المستوى الاخلاقي ولا اروع ولا مستوى الفني كان باكش مال عظيم يعني اشتركوا في القناة